مقالي ومقاله لحظة الانقضاض وهي بالفعل كده يا جماعة فجأة خيل للبعض وتصور هؤلاء أن لحظة الانقضاض على الأهل قد حانت استغلالا لسوء أداء لترد نتائج لنزيف نقاط لحالة بدنية صعبة بين جهازين واختلاف نظم التدريب والأحمال ثم التحديد المشاركة الأفريقية فكانت لحظة الانقضاض على الأهل بالشكل اللي انتم تابعينه تابعته بشكل قلق أولا المشهد بقاله أكتر من شهرين تزامن تزامن مع خسارتك البطولة وقاملها بشوي الأفريقية وأنا مش أقدر الناس كانت متصورة أن فرصنا في المكسب كانت كبيرة إزاي بكل ما حدث وقلناه ولعاودين نسترجع جماعة إحنا مش بلون كلام جديد على فكرة إحنا بنسبق الأحداث وعشان كده بقول لك لما تبقى الإدراك أحيانا مصدرنا للقلق كنا مدركين هنا في هذا البرنامج جزء كبير مما سوف يحدث كنا خايفين المشهد دلوقتي كل من أراد بك سوءا من 2014 حتى 2018 وحاولوا اختراق الأهلي وكان الطريق إلى الاختراق الإعلامي والانقضاد أولا نجربه ننقض على تاريخه معرفوش حاولوا الانقضاد على لوائحه وانظمته والاستحواز من خلال النظام الإساسي إن نقدر نعمل اللي احنا عايزينه دون الرجوع لجمع العمومية ما عارفوش فحاولوا ضرب القيم والتقاليد إلى الدرجة وصلت إن الرئيس النادي يقول يعني إيه قيم الأهلي ما فيش حاجة اسمها قيم الأهلي ما الناس مش بتنسى فاللي عايز يرجع للماشهد يرجع بقرسه اللي حنفكر به الناس مش هترجع عندك واحد جديد أبدا ويرجع بشلتك عشان نفكر الناس اللي ابتدوا يكتبوا ويشتموا دلوقتي واللي حتليقهم خلف ما يحدث أحيانا من لجال الإلكترونية وبعض الصفحات التي تحمل اسم الأهلي وليست أهلوية ولو قارتها صح هتشوف لا يمكن يا نظم الأهلي ما يكتب فيها أنا عايز أفكرك بحاجة ده حاجة غريبة جدا لو موجودة يا ريت نطلعها أحد الحسابات لشخص حاطة شعار الأهلي وعالم الأهلي كصورة البروفايل بتاعته كده أهلاوي عارف إنه نيسي في الإنفو بتاعه في التعريب بتاع معلوماته إنه الأدمن بتاع صفحات المختلط مش عارف إيه يعني دي قديمة هو دي طبيعته ما دخلت الدور وراه لقيت معلوماته كده وحتلقك منده كتير ها فاقي عبسة حط الشعار إنه لوجو الأهلي فاقر هاي دول جزء لكن الجزء اللي أخطر اللي بيدعني جواك واللي عايز إرجع يا زمان عايز ترجع زي زمان طل الزمان إرجع زمان بس هنفكركم زمان في إيه زمان القريب يعني واحد طلع يعدد لك الصفقات اللي حصلت من 2014 ل2018 ها حلو قوي بس نسيت إن كل الصفقات دي مشيت برضو من 2014 ل2018 صح اي يبقى أنت كنت داخل تسويق مش داخل بطولات اه بدليل عدد البطولات اللي تتحققت في هذه الحطبة اي ايه البطولات اللي تحققت ما خدناش دور خادتكم في الدرالي اه لأنك ما قدرتش اه تكمل في بطولة الأبطال اي وشاهدنا أعظم مجموعة مدربية في الفطرة دي اه كل كم شهر مدرب كبير لا يعني مدرب ما يكملش مدرب ما يكملش ما يكملش إنه ما يحققش بطولات هتيجي تقول لي ما فيلر ما يكملش ومسوماني ما يكملش حققه اي هتقول لي فيلر حققه حققه تسلمك فريق تقريبا حسم الدوري مدوره اه طبع اه طب مسوماني لا بص مسوماني قد تختلف مع أنه يدير العملية لصالح نفسه لكن لا يمكن تختلف على قدراته مسوماني افكار وتدريبا لا زاكي اه عنده رؤية يستطيع أن يتعامل مع الأحداث الكبرى عندما يريده عندما يركز اه وآخرها تالت أفريقي اه تالت العالم تالت العالم دي من ساعة ما خادها وهو بدأ يصوق لمسوماني فقط وراح هيعمل الكلام دي اذا هو الرجل ده لا قيمة تدريبية كبيرة كفاءة ومدرب لا يمكن اغفال قدراته مش على المستوى الافريقي على المستوى الدولي ها ولكن اختلفت معاه ان كده ما كانش ينبغي تعمل في الأهل كده في الفترة الأخرانية بس هو كان قد قرر ان يعمل في الاستثمار الرياضي مش في التدريب الرياضي فانت دلوقتي اذا فترة بتدفع حققلك معاك بطولات مرعبة وهو كان يأمل طبعا ان يكسب افريقيا مش عايزة مناخشة بس لما بعد الماتش يقعد ثلاثة أسابيع في المغرب وما يمرانش هو ده معناه ايه انه عايز تكمل في حد بيعمل في فرقيته كده ده طب ما جيش يبص إيه البدائل اللي حكامل بيها الدوري طب انا راح مني افريقيا بفعل فعل طيب انا عايزة كسبقة الدوري بس هو ما كانش ناوي كامل فبدأ يشوف يعمل يخش يكسب دورات علمية تؤهله ان يكون مستشارا اكاديميا بجانب انه هو مدرب كويس وزاكي ويقدر يعمل حاجة بشكره على ما قدمهم مع النادي الاهلي من البطلات واعاتبه عما فعله في الشهور الاخيرة مع النادي الاهلي لكن لحظة الانقضاد على الاهلي يا جماعة لأهل بعض مناسبة ومتاحة في المشاركة الافريقية لانه اتحاد الكورة المصري اللي اعلم في شهر ستة اللي فات وربطة الانديا المحترفة اللي اعلن رئيسها النائب احمد دياد انه ما لم يتم اجتمال الدور مرشاة المؤجلة كلها بحيث ان الكل يكون متساوي الانتحاد هياخد بنتائج الدور الاول اعلن دل الكافة من ثلاث شهر ستة اعلن من ستة وعاد يوم خمسة سبعة ايوة وخاطب الاندية سنعتمد على نتائج الدور بعد استكمال المؤجلات ولم يحط تحت دي عشر خطوة لم يعترض احد محدش اعترض لا الزمالك ولا الاهلي ولا بيرامد ولا فيوتشر ولا سموحة ولا الجيش ولا كل الاندية المهيئة ولا المصر اللي سبق لا المشارك ولا المصر محدش اعترض على هذا المعيار وهو معيار اقرب كتير للعدالة لانه الدور الاول انتهى سبعتاشر مباراة لكل فريق كل فريق لعب مع باية المسابقة او باية عناصر المسابقة انك انت تيجي النهاردة تستغل فرصة انه النتائج تهتز طب هو حد يقدر يضمن دلوقت سمعت ابراهيم فايق بيقول هو هل معقولة انه بيرامتز ياخد لو خد بطولة الدوري ما يشاركش طب هو انت تقدر تقول دلوقت مين اللي هياخد الدوري اللي انت بتقوله ده معناه حاجة واحدة انه يتم ارجاء الاختيار لما بعد الدوري ده الحسم يعني بس ساعتها محدش هيشارك في افريقيا من مصر لانك لازم انت بعارف ان 6 اغسطس نهاية القهيد الافريقي بعد خمس تهي يعني انت عايز هي استاذ ابراهيم يعني ده الانقضات بقى ايوه انك انت تبتدي تروج طيب وحد يضمن ان فيوتشاري كامل في الكونفدرالية وكان السان اللي فاتت لما المصري شارك على حساب سموها الفارق مجموعة من الساعات استعادة فيها سموح المركز الرابط يعني هي دعم انه المركز عدة ساعات فصلت بين دخل فيها المصر دخل فيها المصر ما حدش تتكلم اما تحط معيار والاندية ترتديه يبقى خرصة الليلة لو كان هناك اعترضت كان الناس اعترضت اي لكن لانهم كانوش متخيلين اللي حيحصل في الاهل ايوه ممكن تقولي هو ليه تحط الماتش بتاع المقولين يوم تلاتين اخر يوم اي ليه طب ليه وهو ده ما كان ممكن تحط ماتش في في يوتشار اسمه بيرامد وزمالك في نفس التاريخ او قبلي طب ماذا لو تأجل ماتش المقولين لبعد هذا التاريخ كان الكلام ده حيتقال طيب عرفت ليه ما كانش فيه ارادة من التحكيم ان يفوز الاهل في ماتش المقولين عشان يقدر يدعم الحجة دي اه في ماتش فاجر في ماتش واضح في ماتش الناس كلها شورت على حق الاهل المهضر لكن كان هناك طب انت بعد الكرة الافصايد اللي مرضاش يعني يحسب الجون ده وعندك صورة ايه ان حوار الجون ده تحسب ازاي لزمالك واباما قافز من خلف الحارس الحارس هو افصايد هو افصايد يعني ده افصايد وفاول ايه واخد بالا وتحسب الجون لاني ده مش القالي القالي بتنكش ازاي يا ربي ايه خصلة الشعر لا دراجة اغلبية الجون ده بسبب التسلم فبعدها فيه ضرب الجزاء ولا اوضح للنادي الاهلي اه حسام حسن فانلوتو تشيلت بطن وعريانة الذي لم يسبق له ان كان في الفار مع لا الزمالك ولا فرمد ولا الاهلي في اي مباراة لان ديها الحساسة بقى تم وضعه للمباراة دي للمباراة دي عشان تتزرب عيق الخبرة طب وانت جايب ايه هو الراجل يا اخي استدعي وسيب الحكة مااخد قراره اه هو انت انت ما تاخدش قراري عام انت بتقوله نابي شوف دي كده نشاكك فيه هو انت الصورة دي بتقول ايه فيورط محمد عادل معه اخد بالك عشان ناس تقولك هو عادل غلط في ايه عادل يا سيدي ما غلطش في حاجة اللي غلط الفار نسا ده وحنا هنفضل في السنائية العجيبة دي هو الفار غلط في ايدا الحكم هو الحكم غلط في ايدا الفار وكله على الاهلي كله بالصدفة الشديدة ايه من السنة اللي فاتت على الاهلي هي صدفة هو كابتن عصام انت ليك مجموعة جوه التحكيم هي اللي بتتحرك هو انت تعود لشهر ونصف المغرب وساعة ما تطل علينا لازم يحصل مشكلة يا اخي الناس دي بتنام ازاي الناس دي بتنام ازاي ما هو انت ممكن لو المعيار سابت والظلم سابت ماشي راجل داخل على قصبت رجل لعيب مش عالكورة مروش دعب الكورة ولا يطرد في حين ان انت ديانج الفاريس تدعي يقول لي لا لا ده اللي بدخول بحهير اه اطرده اطرده فيطرده وانت مقزم ونتجتك مقزمة وتلعب بعشرة لكن لو بنا يشاء انك تكسب المطش ده اخذ بالك انت لما تجمع الحاجات دي من حقك تشك من حقك تشاور من حقك تقول بس عايز ازاي مع الردود منطقية مش عايز اسمع بقى الكلام اللي بيتقال المرسل ده اعداء النجاح نجاح فين وفين النجاح اللي اعداء النجاح وفين ده نا ما فيش حد ما بشتكيش يا عامل غير نادي واحد اه كل بشتكي صحيح